اما بنيجي نكتب الكود بتاع الالتراسونيك سنسور هنبتدي الاول نعرف التو بنز اللي احنا بنستخدمهم جودات اللي هم التريجر بن واحنا قلنا هنا هنوصله مثلا على بن رقم 9 والإيكو بن هنوصله على بن رقم 10 بعدين هنعرف حاجتين هنعرف حاجة اسمه ديوريشن وهنعرف ديستنز وهنستخدمهم ديورنج الكود بتاعنا بنيجي نخش جوى الفويد سيتب بتاعتنا هنستخدم الامر بن مود وناخد البن اللي هي رقم 9 اللي احنا بسمينها تريج بن ونخليها اوبوت وناخد الايكو بن اللي هي رقم 10 وهنخليها ايموت ده ليه؟ ده لان ببساطة انت الايكو هي اللي بنستقبل منها التريجر هي اللي اوبوت هي اللي احنا بنبعت من خلالها زي ما اتكلمنا في اول الفيديو بعد كده احنا هنحتاج نشوف الداتا والمعلومات اللي بناخدها من السنسور ده هنشوفها ازاي هنستخدم الامر بتاع سيريال بيجين سيريال بيجين 9600 هيخلينا يقدر استخدم السيريال اللي جوى الاردوين تعال نخش جوى الفويد لوب نفسها هبتدي اكتب ديجيتال رايت على تريج بن وخليها لوب ده اللي هي ايه؟ التريج بن اللي هي راقم 9 وبعدين هعمل ديلي بالمايكرو ساكنز وده مختلف شوية عن اللي احنا كنا بنستخدمه قبل كده اللي كنا بنستخدمه قبل كده كان ديلي بس كنا بنكتب ديلي لو انا عايز سنيتين تبقى الفين طب انا ليه عايزة ابقى ديلي قليل قوي كده لان انا ببساطة هنا انا باعتمد على ان انا عايز الحركة شبهة في لحظتها يعني انا مش عايز الحركة تبقى متأخرة يعني انا لو خليتها سنيتين ففي الاغلب ده معنان الجسم قديته مساحة سنيتين يكون تحرك وانا مش عارف هو ايه اللي بيحصل هنكمل بنفس السيكونز وهخلي التريجر بن تبعت سيجنل هاي وبعدين نعمل بعديها ديلي عشرة مايكرو سكند وبعدين هنعمل ديجيتال راية تاني على تريجر بن ونخليها لو كل ده ليه ده اللي بيخلينا نقدر نستخدم البلصات بتاعت الالترسونيك سنسور بعدين هنحط الديوريشن ده اللي بيكالكولات بتاعتي الديستنس اللي هي جيالي من الاكو ونخلي نستخدم حاجة امر مشهور قوي وانا بستخدم الالترسونيك سنسور اسمه بلص ان ده هستخدمه عشان عشان عرف استقبل السيجنل اللي جيالي من الاكو وخليها تبقى هاي بعدين الديستنس الديستنس اكوردنج للقاعدة اللي تكلمنا عنها قبل كده هي ايه الديوريشن في السبيد ومقسومة على اثنين لان انا الديستنس دي ميشي بمرتين بعد ما هنخلص الحزبة دي ايه اللي بيطلع لي منها؟ بيطلع لي منها بعد كده الديستنس فهنعمل نفس الامر اللي احنا استخدمناه المرة اللي فاتت سيريال برينت وسيريال برينت لين هنيجي عند سيريال برينت ونخليه يطبع ديستنس ككلمة وبعدين هنطبع الديستنس اللي احنا جبناها بعد ما استخدمناها عوضنا في المعادلة طيب طبعا انتو بتتساءلوا برضو الرقم ده جاي منين؟ الرقم ده جاي من سرعة الصوت في الهوا اللي هي تقريبا تلتمية واربعين متر في الثاني فلما بنعوض بالمعادلة دي ونقسم على اثنين لان انا ده عندي ايكو يعني هو المشوار مش مرتين بتطلع لي الديستنس طيب تعالوا بقى ننزل الكود ده تعالوا نعمل verification verified تعالوا نعمل upload تعالوا يلا بينا نشوف serial monitor بتاعنا هيقل لنا ايه دلوقتي انا هبتدي اقرب ايه دي من ultrasonic sensor زي ما انتو شايفين الارايات كلها بتتاخد بالميلي او بالmicrosecond ده ليه؟ عشان التغييرات انا دلوقتي عمال بغير في مسافة ايدي فهو مثلا قاري دلوقتي 13 او 14 سنتي طبعا في النص بتبقى فيه قرايات odd شوية او غلط ده بيرجع لمدى حساسية السنسور وبرضو للدرجة اللي انا ايدي بيها قريبة من السنسور يعني انا ممكن تبقى ايدي لو اخد زاوية ممكن هو يقراها كأنها مش موجودة او العكس فاللي بيحصل دلوقتي انه كل ما بغير المسافة بيتغير الرقم اللي قدامي بكده احنا شفنا الالتراسونيك سنسور وعرفنا ازاي نتعامل معاه ونبرمجه وشفنا الارياب بتاعته بتتاخد بشكل عامل ازاي اتمنى ان انتو تجربوا ده معاكو في البيت وتصوروه مهم جدا ان احنا نشارك بعض كل التغييرات اللي بنعملها جو البروجيكت اشوفكو في الفيديو الجاي مع سنسور تاني اشتركوا في القناة